ما هي السورة التي تسمى قلب القرآن؟ ياسين الفاتحة البقرة الجواب الصحيح ياسين إن سورة ياسين من السور العظيمة في القرآن الكريم وهي سورة مكية وقد جاءت سورة ياسين تتحدث عن القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم وما جرى من تكذيب قومه له وهي في مجملها تتحدث عن رسالة النبي التي تذكر الناس بالبعث ووحدانية الله وقدرته سبحانه وتعالى على تصيير الأمور وتبث في نفس المشاعر التي تدعو للتأمل والتفكر بوقائع القيامة وأحداثها ومما تميزت به سورة ياسين لقبها بقلب القرآن الكريم ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة ياسين قوله اقرأوا ياسين على موتكم